تواصلت في نيويورك اليوم المفاوضات بين المسؤولين الإيرانيين والغربيين من أجل كتابة نص الاتفاق النهائي في وقت أعرب فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تفاؤله بقرب التواصل إلى صيغة نهائية وفي موضوع آخر أرسل وزير الخارجية الإيرانية برسالة تهنئة إلى ناظره السعودي عادل جبير أعرب خلالها عن تمنياته أن تشهد العلاقات بين شعبي وحكومتي السعودية وإيران تطورا ملحوظا في عهده أن أوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظره السعودي عادل جبير بمناسبة تعيينه في منصبه وعرب ظريف خلال رسالة بعثها الخميس إلى الجبير عن آمله بأن تشهد العلاقات بين الشعبين والحكومتين الإيرانية والسعودية نموا خلال فترة مسؤولية عادل جبير من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الإيراني ردا على التصريحات المسيئة التي وجهها له السيناتور الأمريكي توم كاتن بأن المطلوب حاليا هو الدبلوماسية الجادة وليس الهجوم الشخصي الذي ينم عن الغطرسة وكان السيناتور الأمريكي توم كاتن قد حذر في رسالة مفتوحة إلى المسؤولين الإيرانيين بالنيابة عن 47 سيناتورا من الجمهوريين بأن أي اتفاق نووي بين إيران وأمريكا ستنتهي صلاحياته مع انتهاء فترة رئاسة باراك أوباما وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال في كلمة له في جامعة نيويورك بأنه في حال التوصل إلى اتفاق فمن المحتمل أن تستغرق خطوات رفع الحظر عدة أسابيع مضيفا أن جميع إجراءات الحظر سترفع سواء رغب السيناتور توم كاتن أم لم يرغب الأمر الذي جعل السيناتور توم كاتن يرد على هذه التصريحات في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بانفعال شديد وعبارات مسيئة وغير لائقة وبعيدة عن الأدب الدول المواسعي إلى ذلك استونفت اليوم الجمعة المفاوضات النووية بين مساعدين وزير الخارجية الإيرانية ومنسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الخبراء أيضا حول كتابة نص الاتفاق الشامل وجاء اجتماع اليوم بعد أن عقد مساعدة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ومجيد تختراونجي ومساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جولتين من المفاوضات حول كتابة نص الاتفاق الشامل يوم أمس استغرار ثماني ساعات